في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نحول الجيسون ديتا لموديلز عندنا في البروجيكت نقدر ايه نستخدمها في الفيديو ده هنكمل ونعرف ازاي نعمل سيرفز مسؤول عن نهيات فتش الداتا من الابي اي ونستخدمها عندنا في البروجيكت اهلا بيكم الشباب في سكولر تيك لو عادي تتعلم ازاي تبني موبيل ايبز وتبقى ان ديماند فلاتر ديفيليبر ما تنساش تعمل وتفعل زر الجرس اخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت ان احنا عملنا الاتنين موديل المرفوض دول اللي جايين لنا من فاحنا عندنا اول موديل اللي هو عبارة عن list of articles تمام وعشان كده بنينا الموديل اللي اسمه article وده اللي فيه الداتا اصلا اللي احنا محتاجينها اللي هي article ذات نفسها اه وطبعا ابتدينا بال list بال article ذات نفسها لان احنا قلنا ايه قلنا ان articles list هتعتمد عليها لان انا هيبقى هيبقى فيها اصلا حاجة اسمها list of article اللي هي articles وبالفعل اعتبرنا في اللي احنا هتجلنا اللي جايسون ديتا ونقدر نعمل لها واخد منها اي اللي جايسون ديتا اللي هي هيبقى على هيئة list of articles بس طبعا في لقطة انا ما اتكلمتش عنها المرة اللي فاتت وهي ان اللي راجع لك من دي او قصدي راجع لك من الماب دي لما تديها اللي هيرجع لك بالفعل في الحقيقة ان اللي هيرجع لك حاجة اسمها list of dynamic مش هرجع لك list of article لان احنا لو رحنا على بتاعنا هتلاقي ان انت عندك هنا ادي list تمام دي بتاعتك فلما تيجي تاخد بتاعك هيبقى list of dynamic لان مش ضروري اللي هنا عبارة عن article هو هو اساسا عبارة عن ماب اصلا بس طبعا حتى لو انت عملت بتاع list دي عبارة عن ماب برضو هيديك ارر ليه هيديك ارر لان انت اسن اللي اللي جعلك ممكن ورد يكون اي حاجة ممكن يكون list of مثلا primitive data types يعني حاجات بسيطة مثلا فانو افترجي مثلا او وفي الحالة دي مش ضروري يعني يكون حاجة معينة هو ممكن يكون ديناميك ممكن يكون اي حاجة فبالتالي ان انت تتحدد ال data type هنا لما يجي هو يشتغل والكود وتعمله هيجي في النقطة دي ويعمل لك ارر ليه هيجي يعمل لك ارر لان هو هيقول لك خلي بالك اللي راجع لك من هنا هو list of article قصدي list of dynamic وانت بتحاول تخزينه جوه ايه جوة list of article فبالتالي ده هيديك ارر فعشان نحل المشكلة دي انا هنا لازم يخليها dynamic لان انا انا عارف اللي راجع لي اصلا هو list of dynamic هو قائد dynamic ده انا عارف ان هو عبارة عن ماب بس انا حاليا دلوقتي انا بتعامل مع الكود مش بتعامل انا عارف ايه ومش عارف ايه طب ليه انا المرة فاتت خليتها لان انا كنت عايزة وريك ان لأ ما انت كده كده هو اه هنا dynamic لان في الاخر خالص دي هتبقى ايه هتبقى ايه هتبقى عبارة عن list of article بالفعل فانا كنت عايز اكد لك ان لأ كده كده الليس دي لازم هتعتمد على الموديل الاسمه هنا فعشان كده انا المرة فاتت كتبتها ايه كتبتها لان كده كده في النهاية خالص دي هتبقى ايه وبالفعل list of article بس فيه شوية شغل تاني هيتعمل لكن عشان نتفادى اي اخطاء فخليني عارفين ان اي return بيجي لنا من الماب يبقى على هيئة dynamic value لان هو وارد يكون اي حاجة ال response بتاعك وارد يكون فيه اي value هنا integer هنا integer او قصدي هنا string هنا integer وارد تحت يكون فيه نوع داتا تاني مختلف زي مثلا string يعني فيه انواع داتا مختلفة فبتالي اكيد return اللي راجع من اي ماب لما بتديها الكيب يبقى دايما dynamic انطقاءة طبعا بتخزنه بعدين في ال data اللي انت محتاجها لكن خلينا عارفين ان هو في البداية خالص بيبقى dynamic عشان كده هنا لازم بتاعتنا تبقى ايه تبقى list of dynamic عشان ما اديناش ال error ده بس بكده اه المرة اللي فاتت احنا مرفوض فهمنا ال concept ان انا لما اجي اتعامل مع دي لازم يبقى عندي اللي جوة وبعد كده اطلع ايه اللي برا لان اللي برا بيعتمد دايما على ايه على الجوة عشان كده المرة فاتت خليتها ايه خليتها article عشان موضوع يبقى واضح لكن دلوقتي احنا خلاص هنبتدي ونعمل فمحتاجين نكون دقيقين اكتر في الشغل فلازم نقول ان اللي راجع لنا list of dynamic فالlist دي لازم تبقى ايه off dynamic وطبعا انا عارف ان ال dynamic ده هيبقى ايه هيبقى ماب انا عارف الكلام ده لان انا عارف ال response شكله عامل ايه لان احنا لوصينا على response هتلاقي ان هي بالفعل عبارة عن ايه عبارة عن list of maps خلي بالك في النقطة دي list of maps مش list of articles لا دي list of maps بس طبعا لازم نستقبلها على هيه list of dynamic تمام تعال بقى نبتدي ونعمل السيرفز بتاعتنا والسيرفز دي المسؤول عن هيه تفتش الداتا من وطبعا التورد يكون عندك اكتر من عشان كده منخليه على هيئة فولدر ومنسمي ايه منسميه لان ممكن يكون اكتر من بس طبعا هي فيه هيبقى فيه سيرفز واحدة فتعال نقردارت فايل وهنسميه مثلا اه نيوز سيرفز تمام وجوه هنعمل وممكن نسميه نيوز اي بي اي تمام لان هو المسؤول عن هو يفتش الداتا فاكيد هيحتوى على اتنين مثل اه كل مثل او قصدي على اي ان يكون عدد المثل كل مثل مسؤول عن هي اه تفتش داتا معينة طب انا اعرف المثل اللي هتحتويها زي عن طريق انا اروح للا اي بي ارزة نفس واشوف انا محتاج ايه فبالتالي هعمل على اساس الحاجة اللي انا محتاجها هعمل على اساسها فانا عندي احنا قلنا قبل كده ان دي اللي احنا محتاجينها واحنا قلنا ان احنا عندنا اتنين واحدة هنعملها على الكنتري هتبقى ايجيبت والتانية مسلا هنعملها على الكاتيجري فبالتالي انا عندي اتنين اه كواري انا ممكن اعملها فبالتالي يبقى عندي اتنين واحدة مسؤولة ان هي تجيب لي النيوز بتاعة الكاتيجري والتانية هنا هروح اعمل اتنين مثل. تمام? المفروض المثل الاولى هترجع لي لست او اللي اتنين عموما هيرجعوا لي. تمام? خلي بالك ان انت هنا بتكتب لان دي الموضل ذات نفسه. ما تكتبش لان ده الكلاس اللي بيحتوي فخلي بالك من النقطة دي احنا عايزين نرجع في النهاية خالص تمام? وبعد كده هنسميها مسلا لان كده كده ده اللي بيجيب لنا العموما. وهنا ممكن بقى ونبتدي نعمل اه اي ان يكون الكود اللي هنكتبوها عشان يعمل ايه للديتا. فطبعا عشان نعمل للديتا. انا محتاجة اعمل وده اللي قلنا المرة فاتت. فعشان نقدر اعمل محتاجة استخدم عشان كده هروح الاول اجيبها. تمام? هجيبي الاول وعملها ايه عندي جوة. عشان اقدر ايه استخدم دي عشان اعمل بالساعة. لان انا كنت الاول بعمل من خلال ايه? من خلال كروم بديله هو بيجيب الكلام ده طبعا في دارت عشان اعمله. محتاج استخدم ايه? استخدم تمام? فهاخد عندي في البروجيكت وعمل لها ايه? جيت. فهروح على البابس بجدو تعمل. وهنلاقي موجودة. فبالتالي ممكن اعمل جيت. وكده بالفعل انا خلاص جبت بتاعتي. فكل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اروح على بتاعي واعمل ايه? واعمل امبورت ليه. تمام? فهعمل امبورت لله تي تي بي دوت دارت فايل. تمام? وكده اقدر استخدم بس يفضل اجي بعدها اقول ايه از ايه تي تي بي. ودي من اخر كده كي وورد بقول له ان اي حاجة جوا الفايل ده انا عشان اوصل لها لازم استخدم الكي وورد اللي اسمها ايه تي 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 بي. يعني اي انكن كان هنا في اي انكن كان في اي انكن نوع الحاجة اللي كانت موجودة انا عشان اوصل لها لازم الاول اديها ايه الكي وورد اي تي تي بي. فده بيسهل عملية الوصول اللي عشان اوصل لها محتاجة اكتب اسمها على طول. مش جوا مسلا هنعمله. تمام? فياجي طبعا في الاول خالص. عشان اعمل الريكوست بستخدم الريكوست بستخدم عشان اوصل لكل حاجة موجودة في الفايل ده واقوله دوت وجيت دي اللي بتعمل الريكوست وبالتالي الريكوست برجع لي حاجة اسمها اي ريسبونس. فتعالي نعمل كده وانا في الحالة دي انا عايز بتاعي يكون نفس اللي انا عايز اعمل عليه فلو انا روحت هنا لو هتلاحز هتلاحز ان ده بالفعل اللي اللي انا محتاجه بس لا ده مش اللي انا محتاجه انا محتاج اعضل فيه شوية حاجات يعني انا مش محتاج كل الكلام ده هو هنا جايب داتا معينة مش دي اللي انا تاجها. فتعالي ناخد مسلا ده. لان ده مسلا اللي ممكن استخدمه بفعل. لو رحنا على ده عشان نتاكد ان هو بالفعل شغال معنا وخلينا مسلا وعملنا كده. فبالفعل ده اللي احنا محتاجينه فانا ممكن اخد زي ما هو كده. وحط عندي في بتاعي على عائلة وكده بالفعل انا كده خلاص اعملت بتاعتي. بس يفضل نخلي مش كده ومحطوط من جوا يفضل نخليه على هيئة متغير ونضفوه احنا لان ما نفعش باب ده ويفضل اصلا ما تخزنش عندك هنا في طريقة تخزين افضل بس مش هندخل في النقطة دي في ده على الاقل فتعال هنا نعمل مسلا آآ فاينل سترينج ونسميه اي بي اي كي تمام وبيساوي السترينج ده وكل اللي انا محتاجه ان انا ايه اضيفه هنا بس مش اكتر تمام كده فانا كده بالفعل بعمل جيت لالايو ارقل ده فهو هالمفروض هيرجع لي فلا ممفروض هستقبل فبتالي هستقبله زي ما انتا شايفه بعمل منه اي فده اي بتاعي وده اللي انا قلته المرة فاتت ان احنا بيرجع لنا اي ده بيحتوي على الدات اللي احنا محتاجينها فطبعا هنا بيديني لان الاي هو يعني ممكن ياخد وقت لان هو بنتصل بالانترنت فبتالي انا محتاجه اقول له في الاول خالص خلي وعشان هي لازم بتاعها يبقى فبالتالي مش هتبقى هتبقى فبالتالي يلزم اقول له ان هي تمام كده طبعا هستخدم الاوية عشان ايه عشان اقول له استنى لغاية ما يخلص بعد كده خزني هنا تمام قوي طبعا انا اهميني شوية نقط انا وبعمل انا وبعمل الاولى ان انا لازم قبل ما اعمل على بس نعمل كده عشان كود يبقى شكله منظم اكتر واانا وبعمل ده من انا نعمل لان وارد ان يحصل هنا عملية او اي ان ده المشكلة اللي تحصل فبالتالي انا لازم هاندل ديت فاعمل طبعا انا انت ممكن تحدد نوع وممكن ما تحددش نوع بس في الحالة دي انا هسيبه زي ما هو عادي واعمل للاكسيبشن بس مش اكتر فبكده انا عملت لالجزئة دي لان وارد جدا بتاعي يرمي لي اي ان اكون او اي حاجة في الكود بتاعي اه يحصل له مشاكل فبالتالي انا في الحالة دي انا عايز اعمل عشان الكود ايه ما يبوشه وبرضو عشان افضل ايه عامل للاكسيبشن وعرف المشكلة جات من ايه تمام بعد ما اعمل بتاعي بتجيلي انا دلوقتي عايزة اتاكد ان بتاعي سليم لان هو اريد ان اللي جاي لك يبقى في مشاكل سواء مسلا في عطل في السيرفر اللي انت بتعمل عليه او اي انت اكون نوع المشكلة فبالتالي بيجي لك حاجة اسمها تعالوا نشوف الكلام ده عملي يعني دلوقتي ممكن اعمل اف كونديشن واقول له الريسبونس اللي جاي لي هاتلي الاستيتس كود بتاعه انا اللي هميني في كل داي ان الاستيتس كود يكون بيساوي المتين لان لو الاستيتس كود بيساوي المتين فمعنى كده ان الدنيا سليمة وخلاص تقدر تكمل شغلك وبالفعل جات لك داتا من الابي اي لكن لو غير لكن لو غير المتين فبالتالي هو في مشكلة معاك ففي الحالة دي انا عايز ايه اه في حالة الالس اطبع الاستيتس كود تمام طب ليه عايز اطبع الاستيتس كود لان في حالة لان الاستيتس كود بيقول لك المشكلة جاي منين يعني لو انت مسلا لقيت الاستيتس كود ربعمية لقيته مسلا الرقم اي انكو النوع الرقم اللي انت لقيته مسلا فانت ممكن تعمل على الاستيتس كود ده وتعرف هو نتج عن ايه وبالتالي تقدر تحل المشكلة فانا يهمني ان في حالة الاستيتس كود كان في مشكلة انا عايز اعرف الاستيتس كود كان رقم وايه عشان نعمل عليه واشوفه وجايلي او الرقم ده بيعبر عن مشكلة سببها ايه فبتالي تقدر تحل المشكلة طبعا لو عرفت تمام قوي طبعا لو خلاص سليم فانا كده بالفعل اقدر اشتغل على اللي جايلي اللي جايلك في البداية خالص بيبقى فيه هنا مسلا او خلينا نقول مسلا وقلت مسلا ديتا دي الديتا بتاعتي وبعد كده قلت دوت بادي تمام فهتلاقي هنا ما تدكتش ايه طبعا ليه ما تدنيش ايه لان هو جواء البادي والبادي ده الديتا بتاعتي على هيئة وده اللي قلنا المرة اللي فاتت احنا لو قفلنا ديت لو قفلناها خالص ممكن هنشوف بتاعنا على هيئة فلو راحنا كده مسلا على وبعد كده بتاعنا نقفل دي وبعد كده رجعنا هنا وعملنا كده بالمنظر ده هتلاقي بالفعل رجعلك على هيئة فده بالفعل اللي جايلي حاليا طبعا انا مش هقدر اتعامل مع المنظر ده لان الشكل ده صعب اتعامل معا جدا فبالتالي انا محتاج بقى احوله عندي اه جوة الابليكيشن للشكل ده فهل في طريقة بتحولهولي للشكل ده على هيئة ما بقدر تعمل معها او في طريقة انا حاليا اهو معايا السترينج فانا ممكن بعديها بقى استقبله جوة مسلا متغير واسميه جيسون ديتا واللي جيسون ديتا عن طريق مثل اسمها دي كود او فانشن اسمها اه جيسون دي كود تمام بنيديها ايه بنيديها اللي هو اللي احنا عايزين نحولوه على هيئة جيسون ديتا اللي هي على هيئة ماب او يعني يكون نوع هيئة الجيسون في الحالة ديت في الحالة دي مسلا هندي له ايه هندي له الديتا اللي هو اللي معانا تمام فكده اللي ده هيجيب لي هنا ايه جيسون ديتا طب اللي جيسون ديتا الماب دي يعني بزبط هو كأنه جاب لك الماب دي عندك في البروجيكت يعني انت حاليا كده الديتا اللي هي جيسون ديتا عبارة عن الماب دي. تمام قوي. فكده انا بقى ممكن بكل سهولة انا عندي جيسون ديتا. ولو تفتكر ان انا كان عندي في الموديل اللي اسمه آآ ارتيكلز. الارتيكلز كان فيه بياخد اللي هي عبارة عن بفعل ماب وبيجيب لي منها ايه الارتيكلز ويخزنها لجوه الاتريبيوت بتاعها او الفيل بتاعها اللي اسمه ايه ارتيكلز. فبالتالي انا ممكن استخدم بقى الموديل ده عشان ايه الديتا اللي جاية لي. الموضوع بسيط وسهل وحنا عاملين فاحنا جاهزين للموضوع ده. فتعال انا نطبق الكلام ده هنا. فانا ممكن بسهولة جدا اجي بعد كده ده واعمل مسلا من آآ خلي بالك ارتيكلز مش ارتيكل. اعمل منها ايه وسميها تمام واقول بتساوي آآ ارتيكل دوت فروم جيسون واديها هنا ايه اللي جايسون ديتا اللي جاية. اللي هو تلقي انا على طول هيعمل للديتا دي ويرجع للارتيكلز جواها فيلد في الليست بتاعتي. طب هل معنى كده ان انا ممكن اعمل بقى اعمل ريترن للارتيكلز واوصل دوت عشان اوصل للارتيكلز اللي جواه. هل انا ممكن اعمل ده? هل كده الكلام ده مظبوط? لا طبعا مش مظبوط. ليه مش مظبوط? لان او ما تنسى ان اللي جوا دي هي حاليا هي مش لست اف ارتكل لا هي لست اي اف دايناميك والداتة اللي فيها فعليا هي عبارة عن يعني هي لست فعليا حاليا الداتة عبارة عن وده صح? كلام مظبوط ليه? لان انت حاليا بالفعل عبارة عن قدامك. كلام مواضح وصريح. فبالتالي ما قدرش عمل لها لان او عملت لها فانا بعمل لليست اف مابس وانا مش عايز الكلام ده انا عايز اعمل لليست اف ارتكل يعني كل واحدة من دول توبق ارتكل. طب مساهلة جدا ما انا عندي موضل موجود جاهز للارتيكل وبالفعل بياخد لو رحنا كده على اللي احنا عملينها عندنا موضل اسمه وعندنا بالفعل موضل اسمه بياخد في الماب اللي هو فيها ويرجع لك يعمل للداتا ويرجع لك انا كده هل في طريقة اخلي اللي اللي كلها عبارة عن ماب تتحول وتبقى كلها عبارة عن ايه عبارة عن هل في طريقة تعمل لي كده? اكيد في طريقة تعمل لي كده. ابسط حاجة ممكن اعملها ان انا اوصل آآ لي الارتكلز تمام دوت الارتكلز فانا كده وصلت الليست بتاعتي واستخدم حاجة اسمها ماب طب ايه الماب دي? الماب دي من الاخر كده بتبعت لك كل وبعد كده بتعمله تاني يعني يعني في الاخر كده ده كله هيرجع لك برضو تمام? هيرجع لك حاجة اسمها يعني عشان نكونوا واضحين اكتر برجع لنا حاجة اسمها ودي عبارة عن ايه اللي انت هتعملوا هنا. فمن الاخر كده انا هجيلي ايه الماب اللي موجودة في المكان الاول يعني فلنفترض ايه هو بيبعت لك اللي هي الماب دي وبعد كده المرة الورها بيبعت لك اللي هي دي. وبعد كده المرة ورها بيبعت لك اللي هي دي. وهكذا كل مرة بيقعد يبعت لك لحد ايه ما يخلصهم كلهم فانا بقول له. فكل مرة بتبعت لي انا عايزك تحول هل ايه لارتكل. طيب تحول هل ارتيكل عن طريق ايه? عن طريق ان انا استخدم الارتكل. الى هوا جايسن. وابعت له ايه? ابعت له الاي اللي هي الماب. فاللاين ده كده كل اللي عملو. الاين ده بسيط جدا زي ما انت شايف. بس كل اللي عملو ايه? انه هو من الاخر خد الليست اللي هي اه اوف طايب مابس. تمام. وبعد كده عمل لها ماب ماب دي كلمة من الاخر بتاخد كول باك. الكولباك بيبعط لك كل مرة فيها المابزة نفسها او الداتا اللي متخزينة جوه اللي هي في الحالة دي عبارة عن list عبارة عن ماب قصد وبعد كده انا بعمل لحاجة فالحاجة اللي هعمل لها في الحالة دي هي عبارة عن innocence of article الداتا بتاعته جياله منين من الماب دي فانا عملت لها دي وفي كل مرة كده هيرجع لي article فكده دي كلها هتتحول بدل ما هي كانت list of maps ل اتربل اف مابس طب اتربل دي قادر اشتغل عليها لا عشان بعد كده احنا عندنا اتربل عايزين نحولوها للاست يعني انت حاليا عندك collection of article ده تمام كلام مزبوط واحنا عايزين بالفعل الكلام ده بس فاضل النقطة بسيطة ان انا اقول له dot to list وكده انا بقول له خلي بالك اللي عندك دي لها ال collection اللي عندك انا عايزها تبقى مسمى list طبعا اللاين ده كله بقى انا محتاج اخز بتاعه هنا فتعال نعمل هنا list of article بقى تمام واسميه مثلا articles list بساوي وكده بالفعلا حاليا معايا list of article بتعامل نعمل control اس عشان الشكل يتزبط فكده بالفعلا معايا list of articles هي يعني دي كده list وبالفعل ده زي ما انت شايف هيخد لي كل حاجة جوة list of map وبعد كده يعمل لها ويرجع لك يخزينها جوة collection وبعد كده حاجة اسمها اتربل وبعد كده بحولها ايه اللي بحولها لتوليس لان هي اه يعني ايه يعني مالهج طيب يعني ما تقدرش تقول عليها list فبالتالي انا محتاجها على هيئة list عشان كده بقول له ايه وفي الاخر خالص ممكن اقول له ايه return بقى ايه articles list فكده بالفعل خلاص اعملت فيتش للداتا واعملت في الاخر خالص ده ما انت شايف طبعا لو انت في الاول خالص ما كنتش عامل الموضل اللي اسمه ده فما كنتش هتاخد الداة بالاسلوب ده فبالتالي كنت انت هتبقى مجبر هنا ان انت لما تجي لك في الجيسون ديتا تعمل عليها لوب الاول وبعد كده تبتدي تعمل دي للداتا اللي جوة اللي هم عايزين نتأكد ان دي شغالة على الاقل دلوقتي فممكن نروح على وجوة وهنا بيدينا فتعنا بس نعرف ده مصدره فين وما فيش اي مشكلة في الكود بس هو واضح ان في ارر فممكن برضو يكون آآ من آآ الاندرودي ستوديو بس مش اكتر تعالى نعمل كده عشان نتأكد ان مفيش مشاكل فتعالى نروح على ونعمل تمام كده تعالى نرجع على كده اختفى وبعد كده اروح على الميندو الدارت انا عايز اتأكد بس ان السيرفل الشغالة فممكن اروح على وحط جواها مسلا وقول ده عبارة عن بيقول لي ايه بيقول لي ديتا وتعالى نحط جوة وبرضو عليها وجوة انا عايز اعمل ايه عايز اعمل بتاعتها وجوة طبعا طبعا لان انا اكيد هستخدم حاجة تعالى نعمل آآ نيوز آآ سيرفلس نيوز اي بي اي اهي تمام كده ممكن ببعد ايه هقول له ايه طبعا تعالى نعمل لنيوز اي بي اي لان هو مش متعرف عليه وبعد كده هنقول لنيوز اي بي اي ضوت فتش فتش ارتكلز والمفروض ان دي بترجع على على طول اي لست اف ارتكلز فتعالى نستقبلها جوة ايه جوة فار اللي هبارة عن لست ونسميها ارتكلز طبعا لازم استخدم الاوية كيوورد عشان ادينا توبقى مظبوطة لان ما تنساش ان دي ايه ثانت مسد احنا اللي عاملينها وبعد كده ممكن نعمل فولو بسيطة نطبع ايه نطبع اي حاجة جوة الارتكلز مسلا اقول له بار ارتكل ان ارتكلز تمام وكل مرة انا عايزه ايه عايزه يعمل لي لالارتكل اه اي ان يكون التايتل مسلا في الحالة دي ممكن نعمل كده نفوضين احنا نشوف الحالة دي الكود بتاعنا هنا ممكن نعمل بس البروجيكت الاول لانه واضح ان هو مش معموله تمام وكده بالفعل خلاص الكود عمل فممكن دلوقتي نعمل تست ونعمل للداتا ونشوف ايه اللي هيحصل في الكونسول هنا عندنا فتعالي نعمل للداتا ونستنى طبعا شوية اه زي ما انت شايف بالفعل اه في اخبار اهي تعرضت وزي ما انت شايف كلها اخبار اه مصرية عبارة عن فاكيد كده موضوع الفيتش الدياتا آآ شغالوا مظبوط معنا زي الفولل تمام قوي احنا طبعا خلاص مش محتاجين خلاص نعمل تست تاني طبعا كده نرجع بقى على النيو سيرفز ونكمل النيو سيرفز بتاعتنا اللي هي مش مسئولة بس عن نهاية تعمل لنا المسد اللي اسمها آآ احنا ممكن ناخد اللاين ده زي ما هو كده كوبي ونحطه تاني هنا بس المرادي بس ايه باي كاتيجري لان هو المرادي هجيبها لنا عن طريق ايه الكاتيجري تمام والمفروض ان انا هقوله هنا ايه هات الكاتيجري اللي انا هعمل عليها الاول تمام خليها وبعد كده آآ كل اللي انا محتاجه بس ان انا اعدل شوية في شكل بتاعي بس مش اكتر لان كل حاجة مظبوطة زي ما هي بس الفرق بزود عليها ايه بزود عليها حاجة تانية بقول فتعالى ناخد آآ نحط هنا وتعالى ناخد او من هنا اللي هي بتاعت اللي انا اخطها جوه ففي الحالة دي انا عايز فتعالى ناخد كلمة دي زي ما هي عشان نتفادئ ايه اي اخطاء من بعد كلمة الكاتيجري بتساوي طبعا اللي جايلي من ايه من هنا دي فتعالى نحطها هنا كده وحطه من بعد اكول تمام ماشي فكده كل اللي انا عملته انا قررت بس ايه المثل اللي فوق تاني غيرت فيها الاسم لكن كل حاجة زي ما هي لان انا برضو بعمل فتش بس الفرق نوع الكواري مختلفة هنا اللي فوق كنت بعمل لكل حاجة اما هنا كنت بعمل ايه لباي كاتيجري فتعالى نعمل نفس الكلام نطبق نفس آآ نطبق نفس المثل دي بالزبط بس على ايه على الكاتيجري فتعالى نرجع على ونعمل نرجع الكود اللي فات ده بس المرة دي مش هنخليها كاتيجري وهنديه هنا طبعا الكاتيجري ونخلي بالنا ان نوع ان الكاتيجري ولازم يكون حاجة من دول عشان كده دي طبعا هتبقى موجودة عندنا بالفعل في نقدر نستخدمها على طول بحيث ان احنا نتفادئ اي اخطاء بس هنعملها قدام شوية لما نوصل لجزئية لكن دلوقتي تعالى ناخد مسلا وتعالى هنا نحط ونعمل كده عشان نتأكد برضو الكود هنا شغال تعالى نعمل ديتا وزي ما انت شايف بالفعل الديتا تعمل لها والمفروض ان الديتا كلها تبقى عبار عن اخبار كرة فيلا كرة رحيل كهرباء اعتقد دي اخبار لها علاقة بالكرة يعني كل دي اخبار لها علاقة بالكرة فكده كلامنا مضبوط فعل شغاله بيجيب لنا اخبار بالكرة فاحنا كده كل اللي عملنا النهاردة ان احنا بتدينا عملنا بتاعتنا زي ما انت شايف كل اللي خلصنا النهاردة ان احنا عملنا بعد ما عملنا فمعنى كده ان دي خطوات ماشي ко欠ي بعد تماشي وعلى بعض بابتدى ابصى على افهمه ابتدى اعمل ابتدى اعمل وهكذا دي كلها خطوات انت المفروض وتبع عارف انك ماشي عليها بنفس المنهجية دي. المرة جاء ان شاء الله هنكمل وان شاء الله هنشتغل على ان شاء الله هنشتغل على ده اللي هنبتدي نطبقها من المرة الجاية عشان نبتدي نبني بتاعنا بالداتا اللي احنا محتاجينها لان انت زي ما انت شايف حاليا احنا كده خلاص عندنا للداتا فاضل ان احنا نبني اليو اي واليو اي تبنى بالداتا ويبقى كده المشروع خلاص انتهى. بس طبعا هنتعلم ازاي نبني الداتا دي باستخدام الاركتكتشور اللي اسمها ام في في ام. بس بكده يكون الفيديو انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل للشانيل لو انت مش مش مشترك. واتفعل زر الجارس. وهتلاقي لينك البروجيك موجود على جيت هوب. واشوفكم في الفيديو الجاي. ومع السلامة.